رجعت لك من الفاصل لم أفعل أي شيء غير أن انا حضرت طبقيه كما عملناه قبل الفاصل عشت رتلا فراخ سوس باربيكيو بصل ملح وفلفل عملنا لو زمايلي بس هنا على الكاميرا لم يقدروا يجبوننا بصي والنبي من جوه فتحة النفس يعني بصي فتحة النفس يا السلام يعني أنا مش هتكلم كتير لأن انا وكلمت كتير ممكن أكل وانسى بقي الحلقة اللي أنا قاعد أعملها دي فتعالي قبل أن يبرث كده نعمل معي شيء بسيط قوي يمكن يعني الجبن قليلا الناس بتستقيلها وبالذات ان انا قلتوا ممكن تعمليها عشا اقولك اعمليها غدا و اعمليها فطار اعملي كل ما انت عايزة فيه لأنها سهلة قوي وطعمة جدا جدا هنعمل سوس او دابين جنبها كده من الآخر بصي بقى واحد اثنين تلايث اربعة خمسة موجودين في كل بيت اللمون عشان السلطة الطماطم عشان السلطة وطعمة الفلفل الحامي عشان السلطة هو موجود احنا مش عارفين ليه رغم ان البيت كورلو عايزه لك ممكن يقب اما بيكلش سبايسي بس لازم موجود كده مش عارفين بنعم بي ايه والطم لا غنى عنه في اي بيت ست مصرية او ست عربية او ست اجنبية احنا عندنا بنسميه خزين من الصيف دي نشيله للشتاء ومن الشتاء نقول اذا نشف طب يلا نستخدمه في اكلات الصيف المهم انه موجود معنا كده اضيف عزيز وعندي ريحان اخدر ما عندكيش ريحان اخدر ممكن تستخدمي ريحان ناشف بس هي اساسها شوية الفلفل الاحمر وريحان تعالين نشوف هنعمل ايه في الساس اللي احنا هنعمله ده بس عايز اخد حكتي جنبي كده يعني بص قلنا بقى رايحين المكسيكان ورجعين من المكسيكان هم اصلا خطوطين مش عارفة مكسيكان ايه لان اعمل اتكلم عليها من بادري ده اللي هعمله في كبه في خلات ان شاء الله حتى تعمليها تقطيع كده حاجات رفيعة يعني اللي هعمله اللي هعمله وقرون الفلفل بقى ايه رب نسطر اللي هياكل الساس ده يا جماعة نخلي بالنا الساس ده بيعتمد ان هو سبايسي او الليبينج ده ان هو سبايسي انا قيل عشان محدش يقول نحطت فلفل وبعدين نرجع النشتيكي وعايز اقول لكم ان معظم الدول العربية مثلا زيتونس مثلا ما بيستغنوش فعلا مش هزار ما بيستغنوش عن الفلفل ده في بيتهم بيعملوا منه هريسة ويدخلوها جوه يعني كل الاكل بتاعهم عشان كده ما شاء الله الله يحميهم عندهم الاميونيتي وعليا شوية وما بيغضوش برد كتير فاحنا اللي يقدر اللي يقدر ممكن يأكل سبايسي كده مرة ولا حاجه في الاسبوعية وحط كام فاصة توم كده وعصير لمون مش كتير انا عايزة سوص ده او الدبنج ده يبقى تقيل شوية يعني وحط شوية ريحان انا ريحان اضعه في ماء و تلك عشان بس لونه ما يتغيرش مني اللون الاخضر الحلو ده ماء و بتهده انا طوحية من ريحة الكسدها ليس قاعدة غطت و burst ليس قاعدة و أضرب كله مع بعض الحظ أجل أيها الأخليج لا تعمل نحن فديو باباتنا في مطبخي كلها مصير مصير و نحن نجاح أنا أريد أن يتقطع الكيميه على ايدي حتى أم اطلعب في الكبه أو في الحظ أساسي قريباً كده خلاص سوف أحاول سنة زيت زتون يعني شكله حلو و روحته حلوه و انا اضمن لكم طعمه حلو جداً 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 نحن ممكن بس ايه في حتة طعمه ماء هنا و اصلاق نطلعها كده حطيت زيت زتون هحط شوية ملح ناخد بقى حاجتنا كده ايه علشان نكمل و نقدم السلسل السلسل بتاعتنا او الديبنج ساس اللي احنا عملينه حطيت شوية ملح انا معرفش لي كنت راح احط فلفل اسود ده انا بعد اللي حطيته والفلفل اللاحمر ده ما اقدرش اصلا اقول كلمه سبايسي خالص اروق بس كده حوليه و انا عايز اقلب ده افكارك التاني كامفا سطوم تمط مايه شوية ريحان اخضر ما عندكيش ريحان اخضر ممكن يبقى ريحان ناشف و فلفل مشط شط وهو ده اساس الدابنج اللي احنا بنعمله ده نكمل بقى ايه حلقتنا المكسيكي جدا و نجيب طبق شبه اطبقهم على فكرة يعني مش طبق اه مش طبق اللي هو عاجة لاني انا حتى انا زمايلي زمايلي يعني بيقولوا انت جبتين نين ده بتاع جدودنا يعني انا دايما بحب كده اللي هو في حاجة كده من بيت امي اروح و غديها كده اعتقد ده ما كانش في بيت امي شخصيا يعني انت غالبا انت كان في بيت يعني جدتي معرفش بس ام يعني انا حتى لما باسافر بره عايز اقول لكم انه المطاعم المصري او اللي بيقدمه دي موشت مفعني خلص او اللي بيقدم اكل مصري بيحاولوا انه هم Rudy به مشطهو حاجات شبهنا يعني ام بيحطو مثلا في بدي صاج زي اللي انا جايباه بيحطو التواجن زي مهية يعني طاجن البميا ان شالله ام الملوخية ان شالله تعالله اطراخ باريس بدل مكتوبه بيتكتب كده توجين بيتكتب توجين بدل هو حاجة مصري تلاقيه 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 مقدمه يعني بنفس الطريقة بتاعته يعني بنفس التراديشنل بتاعت بلدناع وعايزة اقول لكم بيتهيق لي لسه محلات الكشري والحاجات دي عندها عندها الاطباق دي انا لما بتزانق حتى في حلقة او في التصوير او كده وعايزة حاجة فعلا تبقى شبهي قوي مش شبهي يعني شبه الاكلة اللي احنا بنعملها اقعد لفع المحلات اللي هي بتاع كبدة بتاع كشري هتلاقيوا هتلاقيوا الحاجات دي والاجانب عايزة اقول لكم والله الاجانب يمكن انا عشان شغلة في كارير شوية او في مجالي علاقه بالاجانب الاجانب بياخدوا الحاجات دي بيستخدموها في بيوتهم حتى كديكور بيحبوا قوي انه هما يخطوها كمان اللي هعمله بقى دلوقتي كده حط بس ده كده ده كده عملنا النهاردة حلقة ماكسيكي بشكل ماكسيكي في طبق شبه هما بيقدمو في الاطبق دي عملنا اتشاكين كسادية بس بخمس مئذير مصرية جدا 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 وعملنا الديبينج بتاعها بمئذير الدرج اللي تحت في تلاجة كل ست بيت في مصر و انا واحدة منهم من عندي احب اقولك ان شاء الله يا رب تجربيها و تديني فكرتك على صفحتنا او على الويبسايت بتاعنا تقولي دي رأيك فيها ايه و لو ليكي اي سؤال لو ليكي اي فكرة كمان ممكن اتبادل الافكار مع بعض كلنا انا و زمايلي هتلاقي الرد على طول موجود في وقتها ان شاء الله يا رب تبقى اكلتي زي ما هي خفيفة كده في الوقت و في امكاناتها تبقى خفيفة على معدتك زي ما بتمنى حلقتي تبقى خفيفة على قلبك و انا مش والله مش عشان يعني جعنا بقى و كده بس انا اقول لكم ان الكسدية بقى تروح يمسك الصندويتش كده في الطبق الشيكي الحلو ده الاسبايسي ده تروح يعمل كده على طول و اقولك و انا بتي و الف انا وشيفة على قلبك موسيقى 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 موسيقى